لكن اسمحوا لي في البداية عايز اتوقف وقرأ لحضراتكم تصريح في غاية الاهمية وخليني ارهلكم زي ما هو وجاء هذا التصريح ردا على كتير من الكلام اللي كانوا يعني اتعرضناله في الفترة الاخيرة وكتير من الافتراءات وكتير من الاكاذيب اللي كانت بتتردد في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة واللي فترة مش قصيارة الحقيقة اعلن سيد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر مساء امس عبر برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد مع الاعلام الزميل احمد موسى انه وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين صندوق تحيا مصر والنادي الاهلي بتاريخ 10 بتاريخ سانية واحد برضو اقول لحضراتكم التاريخ بالزبط 10-23-21 فقد تسلم صندوق تحيا مصر كافة المبالغ المالية والهدايا العينية بين قسين الساعات التي كان المستشار تركي آل الشيخ قد تبرع بها للنادي الاهلي من قبل وقال ان النادي الاهلي قد اعلن في بداية الامر بتاريخ 2-26-20 انه قرر اعادة جميع هدايا السيد تركي آل الشيخ المالية والعينية اليه او توجيهها الى الجهة التي يرغب فيها وطلب المستشار تركي آل الشيخ توجيه هذه الهدايا الى صندوق تحيا مصر وقام النادي الاهلي بتنفيذ رغبة المتبرع من خلال البروتوكول المشار إليه وتسلم صندوق تحيا مصر كل المبالغ المالية والهدايا العينية بين قسين الساعات وتم اغلاق هذا الملف منذ فترة طويلة وكانت الجهات الرقابية في الدولة وفي مقدمتها نيابة الاموال العامة قد برأت ساحة النادي الاهلي ومجلس ادارته واكدت على سلامة الموقف القانوني للنادي ومسؤوليه في القضية التي تم نظرها بخصوص هذه التبرعات وانتهى التصرف في هذه القضية بتاريخ 23-23-2020 الى حفظ الدعوة واستبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام كان لازم تكون دي بدايتنا نظرا لأهمية هذا التصريح وارتباطه بكتير جدا من اللغة اللي كنا كلنا متعرضين ليه طوال الفترة اللي فاتت اشتركوا في القناة